طيب جميل يعني احنا شفنا انه الله خلق الانسان على صورته وخلق الخلائق وانه شاف كل هذه الخلائق انه حسن والانسان حسن جدا وشفنا انه الله بيهتم ان الله بهمه امر البشرية طيب اذا الله بهمه البشرية السؤال اللي بعديه طيب لماذا يعني كل يعني لماذا كل هذا الخراب كل هذا التشويج كل هذا الضمار الذي يحدث وعم نشوفه امام عيوننا نغذب لبنان ناس كلها عايش بسلام بامان لبيوت كده طبعا لكن فجأة شفنا كل الناس بالعراء بيحتاجوا للقمة الخبز نعم والتاني مرة اقول قلوبنا كمؤمنين وكخدام وكمسيحيين نتألم لكل متألم ايا كان جنسيته وايا كان بلده وايا كان شعوبه طبعا احنا منحكي على الكل سواء فلسطيني يهودي لبناني صحيح بالنسبة للمؤمن المسيحي الكل يعني سواسية طبعا ايه سبب الضمار دوت من كلمة الله نعرف ان هناك اسباب نعم وارجو اننا لنضع رؤوسنا في الرمال لو تسمح لي صباح عندي خمس او ست اجابات اقول لماذا الخراب والضمار الموجود في الكون في كل مكان السبب الاولاني هو وجود الخطية عندما خلق الله ادم في الجنة قديما حطه في جنة رائعة يأكل ويتمتع بالحضور الالهي لكن ايه اللي عمل الالأ والتشويش والمرض عندما دخلت الخطية والكتاب يقول بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس وبعدما اخطأ ادم ربنا قال له الحكم دوت شوكا وحسكا تنبت لك الارض وقال لحواء بالوجع تلدينا اولادا اذا سبب الضمار واحد الخطية رقم اتنين ابتعاد الانسان عن الله ابتعاد الانسان عن الله يعني في رسالة روميا اصحح واحد يقول لنا الكتاب واذ لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفاتهم اسلامهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق هل الله قال للانسان ائت الاخوك حاشا هل الله قال للانسان فجر الاخر اطلاقا ده بالعكس جاء الرب يسوع المسيح الى ارضنا ليقول اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم والصارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك اما انا قتيت لتكون لهم حياة وليكون لكم افضل فاذا واضح انه رسالة وارسالية المسيح بعكس ارسالية الشيطان صحيح يبقى في سببين واحد دخول الخطية اتنين ابتعاد الانسان عن عن الله عن الرب يسوع المسيح اله المحبة وعن طريق الله وعن طريق الله الاجابة التالتة ليه برضو انا بسأل ليه الخراب والضمار اللي موجود في الكون تلاتة استسلام الانسان لأفكار الشيطان الشيطان قيل عنه قال الرب يسوع المسيح الصارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك ومرة تاني قال المسيح عن هذا الشيطان ذاكا كان قتالا للناس من البدء يعني لما نقرأ عن اول اخوين موجودين في الخريقة كلها قيين وهبيل والرسول يحنى يقول عبارة رائعة في يحنى الاولى تلاتة اتناشر يقول لنا كده ليس كما كان قيين من الشرير وذبح اخاه دبح اخاه لماذا يذبح الانسان اخاه الاخر الاجابة لانه من الشرير ويقول الكتاب ولماذا ذبحه لان اعماله كانت شريرة واعمال اخيه كانت بارة استسلام الانسان للشيطان بينما عندما يعطي الانسان قلبه وحياته للرب يسوع المسيح يسكن المسيح في القلب بالروح القدس وعندما يسكن المسيح في القلب بالروح القدس تأتي ثمار الروح داخل الانسان فيحب احدنا الاخر اما ثمر الروح محبة فرح سلام طول انات شاول الترسوسي كان ارهابيا يقتل وينفس تهددا وقتلا عندما قابل يسوع المسيح هل تسمع عنه قتل واحد بعد هذه المقابلة اطلاقا لكن نقرأ عن شاول الترسوسي وهو لما اصبح بولس يقول كده من يعثر وانا لا اعثر وانا اعثر من يضعف انا لا اضعف لا التهب ومرة تاني يقول كنت اود ان اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل انسبائي واقربائي حسب الجسد اضيف سبب اخر واكتفي به انا بقول النهاردة ايه اسباب الفوضى والدمار والدمار الموجودة في العالم اضيف سبب اخر واكتفي به التعاليم الدينية التي ليست من الله هناك تعاليم دينية موجودة في العالم تكفر الاخر وتحس الشخص انه لابد ان يقتل الاخر اقتلوا اتبحوا ادمروا هذه التعاليم ليست من الله فالمسيح يسوع جاء لكي قال كده جئت لتكون لهم حياة وعندما يسكن المسيح اعطانا يا اخ نزار خدمة اسمها خدمة المصالحة يقول الكتاب واعطانا خدمة المصالحة اي نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا